بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبتي في الله العقبر أو صمغ النحل ملاحظة ليس هناك نسب ثابتة لمكونات العقبر لبروبوليس بشكل دائم فهي تختلف من خلية إلى أخرى ومن مكان لآخر شأنها شأن أغلب منتجات النحل إلا أنه بشكل عام يتكون من 45% رتنجات يعني مواد صمغية وبلسم 30% من الشمع 10% زيوت أساسية وعطرية 10% مركبات عضوية وأحماض أمينية ومعادن و5% غبار طلب ويحتوي العقبر لبروبوليس على أكثر من 400 مركب كيميائي منها السكريات والأحماض الأمينية وأحماض عطرية وأحماض دهنية ومنشطات وسنستعرض على الشاشة أمامكم أهم المركبات المميزة التي عرفت في العقبر وسنضعها أيضا في صندوق الوصف حبيبنا ننتظر رأيكم تعليقكم على هذا الموضوع للإفسار والمقترحات وأي سؤال يمكن وضعه في تعليق أسفل فيديو وسنجيب عليه إن شاء الله نشكركم جميعا مشتركين وزوار على تفاعلكم ومثلتكم بنا من رحب زوارنا الجدد اللي عم يشوفونا أول مرة إن أعجبتكم القناة وبتحبوا تتابعونا الضغط على زر الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد وكما عودناكم دائما بالجديد والمفيد بإذن الله دمتم في حفظ الله ورعايته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته